السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة قصائي الصورة ان شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل المفرش المتكون من الورود دي الوحدة بتاعته هي الوردة ديت وبنشبكها مع بعض بكل سهولة المفرش ده احنا بنشوفه شكل رفيع متكون تقريبا من 3 وردات كده جنب بعض وبالطول مثلا على شكل الترابيزة اللي احنا عاوزين نفرشه عليها انا النهاردة حبيت ان انا اعمله بشكل مربع طبعا هو كبير وبصوا حتى باين ان هو عريض هو بشكل مربع جمعته بنفس الطريقة ونفس كل حاجة بس بالشكل المربع وجمعتلكم كمان شوية صور لاشكاله والالوانه هو فكرته بسيطة جدا ممكن باي خيوط عندك تشتغليه واتطلعي منه ورد بزوئك شكله حلو جدا بواقي خيوط بسيطة تقدري تعملي منها الورد ده او انتي ممكن تجيبي كذا بكرة شبه بعض وتعملي كل الورد شبه بعضه بنفس ترتيب الالوان اللي انتي حباها ونفس الشكل او تحبي تعملي سطر وسطر او كما يحلو لك في موضوع الالوان ده انا جبتلك السور هفراجك عليها علشان تشوفي افكاره سواء مربع او مستطير وهعلمك الفكرة والطريقة وانتي تبدعي زي ما تحبي وزي ما يتناسب ليك ده اول مفرش معينا معمول من الوردة اللي احنا هننفذها بس معمولة كل السطور بتاعتها بلون واحد حتى المفرش كله معمول بلون واحد وزي ما انتو شايفين هو متكون من ثلاث سطور بس بحيث ان هو يكون رفيع وطبعا انتي بتعملي الطول اللي انتي حباه اما النموذج ده بقى معمول من لونين اتعمل السطر الاول والتاني والتالت باللون البيج والسطر الرابع والخامس باللون الاصفر وهنا اتعمل بشكل بحيث ان احنا السطر التالت منه ما يكونش كامل فطلع بالشكل دوت والطريقة والحجم ده تعالوا نشوف بقى اللي بعده ده برضو معمول زي الابلو بلونين اتعمل السطر الاول والتاني والتالت باللون الاصفر والسطر الرابع والخامس باللون الابيض بس ده عدد الوردات فيه اكتر من المفرش اللي كان قبله فكان الحجم اكبر ده بقى الشكل المربع وده اللي انا عملته ونفسته اللي انا هشرحه لكم دلوقتي بتعملي سطر مستقيم من الوردات جنب بعضها كل وردة مربوطة باللي قبلها بورقتين وبعد كده بتبدأي ترتفعي على نفس الوردات دول ما بين كل وردتين نفس الموضوع بحيث ان هو هيطلع معاكي الشكل المربع ده هنا طبعا معمول هنا جمعت تقريبا اربع او خمس الوان وبالاربع او خمس الوان دول تم عمل الورد دوت وتوزع بالترتيب او بالتنسق زي ما انتو شايفين بالترتيب المتتالي فاطلع بالشكل اللطيف ده ده الشكل المربع هنا بقى تعملت فكرة مختلفة تماما عن موضوع المفرش اتعمل بنفس الواحدة دي شال اتعمل الشال شكل مسلس اتعمل خط طويل مكون تقريبا اتنين اربعة ستة ثمانية عشر اتناشر او تلتاشر وردة وبدأ ان التلتاشر دول السطر اللي بعده يبقوا اتناشر السطر اللي بعده يبقوا حداشر السطر اللي بعده يبقوا عشر لحد ما بتبقى وردة واحدة بس فهيدينا الشكل المسلس الشال الجميل ده بعد ما شفنا الاشكال بتاعته تعالوا بقى اشرح لكم شرح سريع علشان الناس اللي مش بتحب تمشي بالخطوات وتاخد فكرة هشرح لكم الوردة بتاعت دي معمولة ازاي هي من واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سطور اول حاجة خالص احنا بنعملها هنا ان احنا بنعمل اربع سلاسل ونقفلهم بمنزرقة آآ علشان الدايرة آآ تبان معانا صغيرة آآ كده الخرم ده او الفراغ ده يبان ان هو آآ صغير بعد كده آآ بشتغل عليها آآ اتناشر عمود جوه الدايرة بتاعته طبعا هي بتبقى صغيرة وهيبان طبعا دلوقتي بالتفصيل لما نشتغل بالتفصيل آآ بتبقى صغيرة بس بتدخل فيها اتناشر عمود لا سبعة هيبقى شكلها حل ولا سبع سلاسل هيبقى شكلها حل ولا خمس سلاسل هيبقى شكلها حل ولا لان انا جربت كل اعداد السلاسل اللي ينفع اعمل بيها الدايرة دي علشان الدايرة بتاعتي ما تبقاش ملمومة وشكلها مش لطيف فلقيت ان انسب حاجة اني اعمله آآ اربع سلاسل واقفل منزلقة واعمل جواها اتناشر عمود الاتناشر عمود دول هما اللي هيطلعولي الاتناشر آآ ورقة دول بعد ما بعمل اتناشر عمود وبقفل بمنزلقة بارتفع علشان اعمل آآ في كل غرزة من الاتناشر دول عمود واتنين سلسلة عمود واتنين سلسلة عمود واتنين سلسلة عمود واتنين سلسلة ونفس الطريقة بناقفل بوم مزارقة السطر التالت بشتغل عليه في كل فراغ من اللي انا عملتهم على السلسلتين اللي انا عملتهم بين كل عمود والتاني بشتغل تلت عواميد اهو تلت عواميد في كل فراغ مش ما بينهم اي حاجة خالص بعد كده بارتفع على السطر الرابع وبعمل على كل عمود باجي هنا جنب اول عمودين وبعمل جوا تزايد يعني كل عمود بعمل اتنين عمود اتنين عمود بعد كده بعمل خمس سلاسل وسيب واحدة وعمل اتنين عمود واثنين عمود وعمل خمس سلاسل وسيب واحدة وعمل اتنين عمود علشان يبقى بالشكل ده وبرده باجي اقفل بمنزلقة بعد خمس سلاسل عند عمود بعد كده السطر ده بقى هو اهم السطر عشان هو ده السطر اللي احنا بنشبك منه هو دوت اللي بيظهر لي شكل الوردة في الآخر بعمله بعمل ايه بقى فيه باجي هنا انا هعتبر نفسي ان انا هنا قفلت بمنزلقة بعمل سلسلة واجي عشان ما بين العمودين هنا اعمل منزلقة في النص بعد المنزلقة دي باجي اعمل على السلاسل الخمسة دول اربع عمود وسلسلة واربع عمود واعمل منزلقة هنا في النص بعد كده اجي هنا اعمل اربع عمود وسلسلة واربع عمود واكمل بنفس الطريقة لحد ما اعمل اتناشر ورقة وده بتبقى اول وردة انا باشتغلها باشتغلها كاملة لان ما فيش اي حاجة تتشبك فيها بعد كده في مرحلة التشبيك باجي اعمل الوردة التانية هاجي مثلا هنا عند طرف من الاطراف هنا كده انا هنا عندي مثلا وردة اساسية لوحدها تاني وردة كل وردة من الورد بتلزق في ورقتين من الوردة التانية يعني الوردة اهي لزقة في ورقتين من الوردة التانية ونفس الوردة لزقة في وردتين فالوردة عندي مثلا فيها اتناشر ورقة بتلزق في ست وردات زي مثلا الوردة الاورنج دي هي حواليها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست وردات كل وردة مشبوكة بورقتين بعملها ازاي بقى لما باجي انا هنا بعمل اربع سلسلة اربع عمود بيجي هنا في سلسلة بشبوكها عند السلسلة التانية يعني ما بعملش السلسلة واشبوكها واعملها هنا زي آآ منزلقة في الغرزة الوردة الوردة التانية اللي هي ما بين اربع عمود وسلسلة واربع عمود الغرزة السلسلة دي هي اللي انا بشبوك فيها وانزل تاني اعمل الاربع عمود وكمل آآ بمنزلقة وعمل النص ده واشبوك في الوردة وارجع تاني حسب بقى انا هجبكها في وردة واحدة ولا في وردتين وبرتبها زي ما انا حبق. آآ تعالوا بقى نشوف الشغل بتاعنا بالتفصيل ازاي آآ هنشتغلها عشان اللي حابب يمشي معايا خطوة آآ بخطوة. هنجيب هنا الخيط آآ بتاعنا. انا هنا استخدمت خيط آآ الليزة آآ رفيع صوف واستخدمت قبرة معايا مقاس آآ اتنين اهو. انت ممكن تستخدمي الخيط اللي يعجبك. ممكن تستخدمي خيط قطن. ممكن تستخدمي الخيط الصوف. حتى انا عندي هنا في الخيط ده مع الليزة استخدمت آآ خيط آآ هيمالايا برضو. آآ بس عشان هما في الاليزة رفيع آآ شوية زي الهيمالايا فمحستش فرق. آآ بس كان فيه برضو عندي بعض الوردات كان فيها خيط آآ اليزة آآ كلاسيك بس هما كانوا حبة آآ صغيرين حاجات بسيطة اهو مثلا زي الوردة الزرق دي اللون الازرق ده كان آآ كان كلاسيك آآ كان تخين شوية آآ انتي استخدمي الخيط اللي تحبيه والابرة اللي تريحك آآ في الشغل آآ آآ معي. انا هنا استخدمت الابرة مقاس اتنين عشان هي كانت مريحاني آآ مع الخيط آآ الرفاية ده. تمام? هنيجي هنا هنختار الالوان اللي احنا عاوزين نعمل بيها ال الوردة. اول صف. وتاني صف. وتالت صف. الالوان بتاعتك زي ما انتي آآ حبة آآ تعملي كل سطر اللون لوحده او اول سطر وتاني سطر آآ آآ لون آآ مع بعض والتالت لون مختلف. بس الاساسي ان انتي تعملي الرابع والخامس نفس اللون علشان الورقة تطلع كلها لون آآ واحد. انا هنا اخترت اللونين آآ دول علشان اعمل بيهم الوردة بتاعتي. اهو هنبدأ نعمل عقدة البداية كده. وهرتفع اربع سلاسل. اهو. كده اربع سلاسل. هاجي في اول سلسلة عملتها. واعمل منزلق. بنسحب الخيط. هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة عشان يبقوا اول عمود. شايفين الدايرة اهيه? رفيعة صغيرة زي ما قلتلكم. بس لما بنشتغل فيها بتاخد العوامل بتاعتي. اهو. باخد لفة على الابرة. وانزل في الفراغ بتاعي. واسحب الخيط. واخد اتنين واتنين. كده بقى معي عمودية. تاني. بدخل جوه الفراغ. واسحب الخيط. واخد اتنين واتنين. بدخل. اهو. عشان اعمل اتناشر عمود. بالشكل ده. بالشكل ده اهو. عملنا الاتناشر عمود. جوه الاربع سلاسل. لو كنا عملنا اكتر من اربع سلاسل كان العمود ده مش هيعرف ييجي يقفل مع العمود الاولاني اللي هو كان تلات سلاسل. هنيجي هو عند السلسلة رقم تلاتة في الارتفاع. ونسحب نعمل منزلقة. كده اول سطر معينا اللي هما الاتناشر عمود الاساسيين خلص معينا. هرتفع تلاتة سلسلة اللي هما اول عمود. بعد كده هعمل السلسلتين اللي هما ما بين العمود. اذا انا ارتفعت خمسة سلسلة. هياخد لفة على الابرة ويجي في العمود. بصوا ده احنا ارتفعنا على العمود اللي هو التلات سلاسل. نيجي معا العمود التاني اللي جنبه على طول. ندخل كده. ونسحب الخيط ونعمل عمود. نعمل سلسلتين. ونيجي عند العمود اللي بعده على طول. ونعمل عمود. بالشكل ده. ونعمل سلسلتين. ونيجي عند العمود اللي بعده. ونسحب عمود. شايفين كلهم جنب بعد. بنكمل لحد ما نخلص السطر بتاعنا كده بقى معانا اتناشر عمود. اهو اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر. اهو ما بين كل واحد والتاني سلسلتين. هنيجي بقى بعد السلسلتين الاخرانين. احنا هنا كنا مرتفعين خمسة. هنيجي واحد اتنين تلاتة. ونعمل منزلقة. وناخد سلسلة علشان نقفل الخيط. ونجيب المقص بتاعنا ونقص. ونفلت الخيط علشان احنا عملنا سطرين. وانا عاوز اعمل في السطر التالت. اهو. لون مختلف. يبقى انا عملت ده وده. هعمل السطر التالت. هجيب اللون المختلف بتاعي. اهو. وهاجي في فراغ من الفراغات دي. كده. في اي واحد منهم. هسحب الخيط بتاعي كده. نصين. واسبته. مسلسلة كده. اهو. هرتفع سلسلتين كمان علشان يبقى معي اول عمود في اول فراغ. طبعا هاخد الخيط بتاعي كده معي علشان اشتغل عليه علشان يبقى الشغل مضيف. هلف الخيط بتاعي على الابرة واعمل عمود كمان في نفس الفراغ. كمان عمود علشان يبقوا تلت عواميات. كده تلت عواميات في اول فراغ. تاني فراغ برضو هعمل فيه تلت عواميات. اهو اهو. تلاتة. بالشكل ده. هكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة. كده وصلت لنهاية السطر آآ بتاعي. برضو هاجي في اول آآ تلت سلاسل ارتفاع. وهعمل ممزلقة علشان انهي السطر بتاعي. ونعمل سلسلة النهاية. وقص السطر بتاعي كده. اهو وفلت الخيط. كده عملت السطر التالت. فاضل بقى عندي السطر الرابع والخامس. السطر الرابع والخامس بيبقوا بنفس اللون. اللون طبعا اللي تحبيه. السطر الرابع هو تأسيس السطر اللي احنا بنعمل عليه الوردات. هاجي هنا في اي فراغ من آآ من الحلقات بتاعت العواميد على اي عمود هسبت الخيط بتاعي كده. وهرتفع سلسلتين كمان بعد السلسلة دي عشان يبقى اول عمود. بالشكل ده. في نفس النقطة دي هعمل تزايد. عمودة. وهو كمان عندي عمودين في نفس المكان. بعد كده هدخل في اللي بعده على طول. واعمل عمود تاني. واعمل كمان فيه تزايد. اهو. يبقى انا هنا كان عندي عمودين جنب بعض. عملت في كل واحد فيهم عمودين كمان. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. وهاجي تحت هسيب فراغ فوق عمود اهو. سبته. وهدخل في اللي بعده اعمل عمودين كمان اهو. واحد في نفس النقطة هنعمل عمود كمان. واللي بعده اهو. هعمل عمود. وكمان عمود. اهو. بصوا. بقى عندي اتنين واتنين وخمسة تحتها. فراغ. واتنين واتنين. هكرر اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بيبقى هسيب واحدة تحتها. واجي اعمل هنا عمودين وعمودين جنب بعض. اتنين. وقادي كمان اتنين. بقرر لحد ما يبقى عندي اتناشر فراغ من دول. اتناشر مجموعة سلاسل من دول. كده السطر بتاعي خلصته اهو. وبقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشر احداشر. اللي اتناشر اهي هنقفلها في اول عمود بمزيقة. خلاص. كده السطر الرابع خلص. فاضل بقى اني اعمل الورق بتاع الوردة عشان اه اعملها يا وردة البداية في الاول يا اما وردة هشبكها. انا هشتغل معاكم هنا البدايات والنهايات يعني هنعمل مع بعض اول ورقتين وهتكمليهم كأنك عملتي اول وردة. وبرضو هشبك معاكم مجموعة اه في النصها التاني بحيس ان انا اوريكي ازاي انتي ممكن اه تشبكي. في الاول هنعرف هنعملها ازاي? انا هنا قفلت بمنزلقة. هياخد سلسلة. وهاجي هنا عندي اربعة عواميد. هيجي ما بين الاربع عواميد دول. واعمل منزلقة. كمان. اهي. بعد كده هلش الخيط. واجي بقى عند الخمس سلاسل دول. واعمل اربعة عمود في الاول. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعد كده هنعمل سلسلة. وناخد تاني في نفس المكان نعمل اربعة عمود تاني. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. كده. قبل ما نقل على الفراغ ده. باجي هنا ما بين العمودين دول. والعمودين دول. بعمل اهو. بدخل كده ما بينهم. واعمل منزلقة. ولف الخيط بداية على الابرة. وادخل في الفراغ اللي بعده. اعمل عمود. اتنين. تلاتة. اربعة. واخد سلسلة. بعد كده ارجع تاني اكمل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعد كده هاجي هنا ما بين العمودين. واعمل منزلقة. بصوا. ده كده شكل الوردة الورقة بتاعتنا. اهي. اربعة عمود وسلسلة اهي. واربعة عمود. السلسلة دي بقى اللي بنشبك فيها الورد التاني. عشان مسلا انا هنا اشتغلت ورقتين. وانا عاوزة احط الوردة بتاعتي آآ مع يعني خلونا كأننا اعتبرنا ان احنا اشتغلنا هنا عشر ورقات. وبقى عندي الورقتين دول. عشان انا هنا مسلا عندي الوردة اهيه وحدها. وعاوزة اشبك فيها الوردة دي. اهي. فانا باجي هنا. كده. وشبك اخر ورقتين. بس باخر ورقتين. لو انا هشبكها في وردة واحدة. بس باخر ورقتين. بشتغل الورد الورق كله. بس باخر ورقتين. اخر ورقتين بقى بعمل فيهم ايه? باجي كده. باخد لفة على الابرة. وادخل. اصحب الخيط واعمل الاربع عواميب بتوعي. اول اربع عواميب بس. اتنين. تلاتة. اربع. تمام? خلونا نشتغل كده في طرف تاني. عشان لو هنزود الاعداد. بصوا هنا. انا الوردة دي انا عايزة احطها ما بين الوردتين دول. كده. فانا عشان احطها هنا ما بين الوردتين عايزة اشبكها في ورقتين وفي ورقتين. يعني في الوردة دي وفي الوردة دي هي ما بينهم. فانا عايزة اشبكها في الوردة دي. وفي الوردة دي. فانا هيخد من هنا ورقتين ومن هنا ورقتين. عشان يشبكه في الوردة دي. فانا هشتغل الوردة بتاعتي لحد ما نسيب ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. او هشبك. حتى لو انا عاوز اشبك من الاول هشبك في واحد اتنين تلاتة اربعة والباقي هسيبه زي ما هو سواء هنسيبه على طرف المفرش او هنشبكه في وردة تانية. تعالوا كده نشوف هنشبكها ازاي? هنيجي هنا في الوردة دي. اهي. عشان احنا هنشبك في الوردة دي. والوردة دي لازقين جنب بعض. فهناخد الورقتين اللي هما جنب بعض على طول. هيجي هقلب الوردة دي كده على ظهرها. وهنا عملت اربع عواميد. ده مكان السلسلة. بدخل جواها كده. اهو. واسحب الخيط. وخرج. من الغرزة بتاعتي كاني عملت السلسلة بتاعتي. اخد بقى الخيط بتاعي تاني. وكمل الاربع عواميد التانية. سهلة جدا. اهو. تلاتة. اربعة عمود. بعد كده بقفل الوردة بتاعتي بالمنزلقة. اهو ما بين العمودين. وبعد كده بدخل على الورقة التانية واعمل اربع عواميد. واحد اتنين تلاتة. اربعة. واجي عند الورقة التانية عشان اشبكها. اهو بدخل عند السلسلة. شايفين تحت السلسلة اللي ما بين الاربع عواميد دول والاربع عواميد دول. بسحب الخيط وعملو منزلقة اللي هي مكان السلسلة. وارجع اعمل اربع عواميد. واحد اتنين تلاتة اربعة. علشان اكمل الوردة بتاعتي. واعمل هنا المنزلقة. بصوا لما شبكناها كده هو. في وردة واحدة شبكناها بورقتين بس. خلاص لو احنا هنشبكها كده. الاتنين مع بعض بس. خلاص انا شبكت هكمل بقى الورق بتاعي عادي خالص. كده اللي احنا عاملينه زي الاتنين اللي احنا عاملينهم في الاول. لحد ما وصل هنا واعمل منزلقة. لكن انا هنا عاوزة اشبك في الوردة التانية دي كمان. فهاعمل نص الوردة اهو نص الورقة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهاجي عند الوردة الحامرة دي. وهحط برضو الابرة اهو. اول ورقة بعد الورقة دي على طول. بدخل الابرة بتاعتي كده. وعمل المنزلقة. وكمل الاربع عوامية بتاعي. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وادخل. اعمل منزلقة. بعد كده ادخل في الفراغ اللي بعده عشان اشبك الوردة بالورقة التانية. اتنين. تلاتة. اربعة. وهاجي هنا اهو. وادخل واعمل منزلقة. اهو. وكمل الورقة بتاعتي. تلاتة. اربعة. واقفل بمنزلقة. في وردة تالتة جنبهم او في نفس المكان اللي انا بشتغل به. يعني لو في وردة لزقة هنا كده في الورقتين دول. هتطر ان انا اشبكها مع مع دول. مع الاتنين دول وبعد كده ابقى لكن طبعا هنا مفيش. فانا ايه? هكمل الورقة بتاعتي عادي خالص لحد ما انهي الوردة بتاعتي خالص. تمام? عاوزين بقى هو كده خلاص احنا اه تقريبا اه خلاصنا. عاوزة انت بقى تشتغلي كده يعني احنا هنا لو مسكنا اه ان احنا عملنا هنا وردة اه في النص. بصو دي مسلا دي الوردة الاساسية اللي انا عملتها كلها كاملة. وروحت مشبكة حواليها ستة. فعمل لي مفرش مدور. صح? ممكن اكبره وافضل اشتغل كده داير ميدور بحيس ان انا اعمله مدور. ممكن ان انا اشتغل وكده صفوف 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 تحت بعضها بحيس مسلا ان انا اعمله مستطيل او اه مربع او معين او الشكل اه اللي يعجبني. اه بكده احنا هنكون خلصنا الفيديو بتاعنا يارب يكون شرحي كان سهل وبسيط وفكرة المفرش البسيط ده تكون وصلت لكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. وتشتركوا في القناة وتنسوش تفعالوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول ما ينزل. استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.